السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبا بكم في قناتنا والأم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحوال جيدة إن شاء الله ويلقاكم بيخير وعلى خير بالنسبة للفيديو ديال اليوم أو الوصفة ديال اليوم عباعا شنيك بدون عجل موائق بدون زبدة كنحصلوا على نتائج مبهية وكيستحق أنكم تجابوا مكونات سهلين وطيقة تحدى اللي هي سهلة وبسيطة كنحضو الشنيك اللي هو عاقي في الشكل دياله ولديت في المعداق دياله إلا عجبكم فيديو ديال اليوم وعجبكم محتوى دياله من طبيعة الحال لا فضلا وليس أمان ما تنسوش تشتاكوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدعمونا بلايك وتباطجوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم على بركاته الله ندوذ المكونات وطريقة تحدى بسم الله فأول حاجة كننخدو إيناء كنضيفو فيها علبة من يغوى الطبيعي بدون سكة بنفس العلبة كنوزنو بها جميع المكونات كنضيفو جوج علاب من الماء يكون دافي علبة من السكة حبيبات معلقة مملوقة جيدة خميات الخبز أو كسبقة على حساب الجو كننخلطو المكونات جيدة حتي لبولي الحبيبات ديال الخميات فهذا الأثناء كنضيفو علبة من الزيت مع إضافة أبيض بيضة بالنسبة الأصفاء بيضة كنغطيو وكنخليو جانيبا لزي مع إضافة صشم الفاني كنحاكوت الزيت والبيض حتي نسجمو لي مع بعضهم مع جميع المكونات فهذا الأثناء كنقوم نضيفو النواشيف بالنسبة الكيمية اللي خدت لي ديال النواشيف خدت لي سبعات العلب ونصف من الدقيق مع إضافة صشم الخميات الحلويات ضريق أنكم تبعد المراحلة للبناس بيش نجح معكم ما تشنيك ويجيكم خفيف فأول حاجة كنضيفو علبة الأولى من الدقيق مع إضافة صشم الخميات الحلويات كنخلطوهم مع بعضهم حتي نسجمو لي جيدا مع بعضهم وكنضيفو علبة تانية وكنحاكوها جيدا لبنات كتبقوا مستمعين بهات مثل ما حالا علبة الثالثة وكتحاكو حتي نسجمو لي المكونات مع بعضهم ونضيفو سبعات العلب ونصف من الدقيق كنأكد عليكم لبنات سبعات العلب ونصف من الدقيق أنتم ما كتلاحظوا معايا كلها علبة كنضيفها كنحاكب الخلط اليدوي فالأثناء من بعد ما خلط الخلط اليدوي كنحيدو الخلط اليدوي كنستمعوه بيدينا كنجمعوها العجينة بالنسبة للعجينة ما كتحتاج أننا ندلكوها بزاف إلا تبعتوا هذه الماحلة تبقوا تضيفو كاس بكاس ديال علبة بعلبة من الياغوت كتجيكم في الأخير النتائج ليهو مزوينين بزاف لما ندلكو العجينة أنتم ما كتلاحظوا معايا نبقى مستمعكم مع إضافة الدقيق وأنا كنضيف علبة علبة حتى سبعات الكؤوس ونصف من الدقيق من بعد ما سليت سبعات الكؤوس ونصف من الدقيق فهدل أثناء كنجمعوه العجينة بالقليل من الزيت أنتم ما كتلاحظون معايا نبقى نندهنها بقليل من الزيت كنقطوها بالمل ineوقي كنخليوها جانبان نخليوها حتى يضعفلينا الحجم ديالها تماما ظاوي أنكم تخليوها البنت حتى يضعفلن ابني حجم ديالها فهدل أثناء من بعد ما أضعفلي الحجم ديالها أنتم ما كتلاحظون معايا عدة كل console بعدش تجي بخوفة لبنت وقعوم القحولła تلكن عجينة عجينة من نهائيا ما دلك نهاش استمعوا بنفس طريقة اللي قلت لكم نقوم نضيفوه الدقيق تدايجيا ما ديوشو نضيفوه الدقيق كيميا كلها في دقة واحدة داري انكم تبقوا تضيفو العلبة وتخلطوها باش انكم تحصلوا على النتائج اللي هما زوينين فادل اثناء كان ناخدوها كل عجينة كان حيدوها فق سطح العامل كان حيدو من هال الهواء اللي كيكون لداخل ديال عجينة وكان قسموه العجينة هكو على اجزاء ممكن انكم تكبرهم ممكن تصغرهم وانا هنا عملت هما لبنات متوسطين كل كل جزء من العجينة خرجت منها استدل قطعتها على استدل قطعتها على استدل قطعتها على استدل قطعتنا كنعملوها كو حيبلات اللي هما صغرين كنخليهم جانبين احتراتهم فالتاني حاجة لبنات كنناخدوه الحيبل الاول اللي عملناه كنبقوا نزيدوه نحابلوه بهذا الشكل طريقة ساهلة لبنات باش اننا نساعدنا الخدمات دياله كي يجيونا ما خوفين من اللي كنعملوه هذا المراحل انتمو ما كنتلاحظو معايا كل حيبل اكوة كنناخدوه كنشكلو على شاكل حيبلات حتى نشكلو واحد خمسة لبنات من بعد ما شكلت خمسة لحيبلات كنبلا الاستيعانة ديال الزيت كنضيفو فقط قليل من الزيت اللبنات باش انه باش ما تبقشت لسقلينة فقط انتمو كنتلاحظو معايا من بعد مما كان عملها كوة حيبلات اللي هما طوال يضاوي اننا نعملوهما كوة طوال كنضغطوه على الجزء الاول من هاد الحيبل وكنقون نضغوه على شكل حلازون وفي الاخر الجزء الاخية كندقطوه عليه شوية وكندخلوه من اللي تحت انتمو ما نعود لكم واحدة كنقون نعملوهك هاد الحيبلات اللي هما طوالين في الاخر البنات طوي اننا نجبروهم واحد شوية باش يجيونا طوال كندقطوه على الجزء الاول كندوقوه على شكل حلازون انتمو باكتلاحظو معايا بالنسبة للجزء الاخر كان ضغطوه عليه وكندخلوه من التحت ضاري اننا نتببتوه لتحت البنات باش مني ينتفخو لنا ويحمو لنا دليشنيك ما يتحلو لشلينا نهائيا انتم ما كتلاحظو معايا بالنسبة لبنات المبتدي اتاك زو على هاد الماحالة كندقطوه على الجزء الاول باش يتلصق لنا في سطح العمل وكنختموه بكون سهوله كندوقوه على شكل حلازون وبالنسبة لجزء الاخر كانتقوه لبنات الجزء الاخير كان ضغطوا عليه وكندخلوه من الاسفل دياله من الاسفل دياله الفاطيه انتوا ما تلاحظو معايا نعود معاكم وكندخلوه في الجزء الاول وكنبقوا نشكلوا بعد الشكل حتى نشكلوا جميع الكوات اللي عندنا دوري انكم تخليهما البناتي يدعف لنا الحجم ديالهم يخمروا تماما انتوا ما تلاحظو معايا من بعد ما خليتهم حتى تضعف ليا الحجم ديالهم وخمروه انتوا ما تلاحظو الشكل ديالهم من بعد ما خمروه كيجي الشكل ديالهم رائع بكل سهولة البنات ما كياخدوش معانا وقت نهائيا بكل سهولة كنحضو 12 فاطيهة البنات رائعة بدون زبدة بدون عجل مواقق كنشكلوهم فدلقتنا البنات خديت اصفر بيضا اللي احتفظنا به مع اضافة معيقة من الحليب وقاطرات من الخل وكندهنوا بهما دل فترة ايض ديالنا من الفوق ممكن انكم تزينوهم بجنجلان او البابو بالنسبة للزين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم انا عند دهنهما البنات هاكم باصفر البيض وعند خلهم الفان اللي لحا دياله وكن نشعل الفان من قبل حتى يسخن البنات داوي انكم تشعلوا على الفان ودخلوا حتى يسخن تماما وتكونها متوسطة ما تنقصوش عليه العافية وما تجهدوش العافية باش ما يتحاقوش لكم داوي ان العافية ديالهم تكون متوسطة وندخلوهم الفان حتى يطيبو ونشوفو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما طابولينا الفطائية ديالنا البنات كيما كتلاحظو معايا كنغطيوهم بوحدة سابيتة هاكوا او شي من ديل داوي اننا نغطيوهم باش يجعو عليهم مدك الصهد ويبقوا لي ناطي طبيعين بحالة الشكل نizophren أنوا تطلحووا معايا الشكل ديلهم كي يجعو على قي Nicole البنات كيجعوا احسن اللي كان نخدهم من اللي باتي سياكوا لبنات كييجعوا acred�� meaning是的 واصدقوني كيجعو الدادين في الماداق ديالهم بالاضاء من قول هذا الاثناء كان نخدوا قليل من الموعة Давайте كنت نقال من فوق اللي بنات د backing their ؟ أنا أنا دهنهم بالموعة من الفوق. بالنسبة لأنا ذهنهم والزين كيبقى عليه حساب الأختياع ديالكم من بعد ما دهنتهم كلهم بالموعة بالشكل في شكل ديالهم وصدقوني كي يجيوا لادين في الماداق ديالهم فهدل اثناء كان ناخدوا قليل من المعببة كان دهنهم هكو من فوق البنات ضاوي اننا ندهنهم بالمعببة من فوق بالنسبة كان دهنهم والزين كي يبقى على حسب الاختيار ديالكم من بعد ما دهنتهم كلهم بالمعببات الشكل كان دهد عليهم القليل من الكوك او جوز الهند انتو ما كتلاحظوا معي ضاوي انكم تدهنوهما البنات لان الحلاوة كتكون ناقصة من الداخل انتو ما كتلاحظوا معي الشكل نهائي ديال الفطائر ديالنا من بعد ما زيننا هم هكو بالكوكو كي يجيوا مراقين البنات في الشكل ديالهم وصدقوني انهم كي يجيوا الجيدين في الماداق ديالهم يلا عجبكم فيديو ديال اليوم وعجبكم محتوى ديالهم من طبيعة الحال ما تبخلوش عليهم اللايكات ديالكم والاشتهاك ديالكم والباطا جي مع الاصدقاء والاحباب ديالكم انتو ما كتلاحظوا معي من الداخل البنات كي يجيوا لدادين البنات صدقوني انهم كي يجيوا لدادين واقيا في الشكل ديالهم نقدموهما كل قوتي او الفطو او الضيوف ليهما لا او اخي حاجة البنات كنشكاكم على تجيعة ديالكم وتنوني الفيديو الجاي ان شاء الله بسلام عليكم الملتقى الجاي